بالعودة إلى ملف محكمة العدل الدولية وتصريحاتها بموضوع احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقرار الذي أصدرته أو الرأي الاستشاري ينضم إلينا من عمان المحام الدولي مؤسس منظمة القانون من أجل فلسطين إحسان عادل سيد إحسان إذن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة قرار من هذا النوع بخصوص عدم قانونية الاحتلال المستمر منذ 57 عاما ما أهمية هذا الرأي الاستشاري وإمكانية إلزام إسرائيل بتنفيذه نعم يعني بداية تحية لك ولجميع المشاهدين طبعا بالتأكيد الأهمية لهذا الرأي الاستشاري هي استثنائية هذا قرار تاريخي بلا أدنى شك السبب في أن هذا القرار هو قرار تاريخي ليس فقط أنه يصدر عن أعلى محكمة في العالم أعلى محكمة دولية والمحكمة المعترف بها على مستوى دولي لأنه قراراتها لها درجة عالية من الاحترام والإنزام هذا من ناحية ولكن الأهم هو أنه على مدار 57 عاما منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي لطفة الربية القدس الشرقية وقطاع فزة كان تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول العالم ككل مع هذا الاحتلال يتعلق بشكل جوهري بالممارسات اليومية التي يقوم بها الاحتلال مثل مثلا قتل المدنيين الحواجز حصار غزة كل ما إلى ذلك ولكن هل هناك ألزامية لتطبيق هذا القرار فيما يتعلق خصوصا بالأمور اليومية التي أشرت إليها سأتناول هذه المسألة لكن فقط أريد التنويه حتى يفهم تماما ما الفرق بالنسبة لهذه الفتوى اليوم فعابة هذا ما يتم التعامل معه على مستوى الأمم المتحدة الآن هذه الفتوى لا تتناول هذه المسائلة إنما تتناول أصل وجود الاحتلال يعني بغض النظر عن ممارسات الاحتلال مجرد وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الوجود هل هو وجود قانوني هل يمكن أن يمثل هذا الوجود أو يبرر تحت حجلة ادفاع عن النفس هل الصيغة التي اعتاد المجتمع الدولي على قولها وهي الوصول إلى حل من خلال المفاوضات هل هي الطريق الصحيح أم أن الطريق الصحيح هو دعوة إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحكمة أخذت المنهج الثاني وقالت بأن على إسرائيل الانسحاب بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن وجودها في هذه الأراضي غير قانوني بغض النظر عن الممارسات هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بإلزامية هذا القرار هذا القرار طبعا هو رأي الاستشاري معنى أنه رأي الاستشاري هو بمثابة فتوى الفتوى ملزمة للجهة التي طلبتها وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا يعني هناك من يقول أنه رغم أنه قرار استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير كبير على مسألة المستوطنات غير الشرعية والسياسات الإسرائيلية والدعم الدولي لإسرائيل سواء بالمال والسلاح وما إلى ذلك بلا شك بلا شك لأن هذا القرار الآن من المحكمة هو عنوان القانوني الدولي بمعنى أنه كل الحجج التي عادة تقولها الدول بأنه إسرائيل مثلا تمارس دفاع عن النفس بأنه يجب أن يتم التوصل إلى حل من خلال المفاوضات بأن هذه مسائل يجب تسويتها فيما بين الأطراف الآن ما قالته المحكمة هو أن هذه الحجج لم تعد صالحة وليس لها فاعلية وتمثل انتهاك للقانوني الدولي وانتهاك لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والمطلوب وهذا ما قالته المحكمة وليس تفسيري لما قالته المحكمة بالحرف المحكمة قالت أن الدول الثالثة بمعنى كل دول العالم والأمم المتحدة عليها مسؤولية بأن تقرر ما هي الطريق الأفضل والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل دفع هذا الاحتلال على الانتهاء ليس دفعه إلى التفاوض بل دفعه إلى الانتهاء والانسحاب وفق مصرح المحكمة بالسرعة الممكنة لا يمكن قبول المماطنة ولكن تأثير هذا الرأي الاستشاري على الدول الداعمة تحديدا لإسرائيل هل هو تأثير ملزم بمعنى أنها ستراجع قراراتها وتتخذ قرارا سريعا في إنهاء هذا الدعم أو تخفيفه أم أنه ربما تأثير من ناحية سمعة أو تأثير على تخوفات مستقبلية مثلا على سمعة هذه البلدان بشكل أساسي هو كما تفضلت بالتأكيد العنصر الأساسي هو يتعلق بسمعة هذه البلدان خصوصا أنها بلدان تقول بأنها تحترم القانون الدولي لكن هناك أيضا جانب آخر مهم وهو أن المرغمات المجتمع المدني كما حصل فيما بعد مسألة قرار المحكمة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية القرار السابق للمحكمة بنفس الطريقة الآن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلجأ إلى التقاضي في تلك البلدان من خلال القضاء المحلي في تلك البلدان لمنع تلك البلدان من الاستمرار في الممارسات التي تقوم بها استنادا إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي تقول بأن الوجود الإسرائيلي في العرض الفنسطينية المحتلة غير مشروع وأن على الدول عدم الاعتراف به وعدم تقديم أي مساعدة تتعرض به بالتالي مثلا التجارة مع المستوطنات وإعطاء حتى إعفاءات لمضاعي القادمة من المستوطنات هذا يتعارض الآن مع فتوى محكمة العدل الدولية سريعا مسألة ردود الفعل الإسرائيلية كانت ردود مباشرة قال وزير المالية أنه سيشرع المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية كيف تتعامل المحكمة على مثل هذه الردود السلبية؟ المحكمة لا تعبأ بردود الإسرائيلية المحكمة وظيفتها هي إصدار رأي استشاري وموقف قانوني فيما يتعلق بالمسألة الآن المسؤولية هي بين يدي الجمعية العامة لأمم المتحدة مجلس الأمن وحتى الدول كل دول العالم على مستوى فردي عليها مسؤولية بنوجب هذه الفتوى لأن هذه الفتوى هي عنوان القانون الدولي بالنسبة لكل دول العالم فيمكن لها استندا إلى هذه الفتوى أن تأخذ إجراءات بما في ذلك فرد عقوبات كما رأينا في حالة روسيا وأوكرانيا من أجل دفع إسرائيل إلى الإتزام بالقانون الدولي وأن نرسي على مستوى دولي نظام قائم على القواعد وليس نظام قائم فقط على أن هناك رأي استشاري ثم الدول تفعل ما تريد شكرا لك المحامية الدولية مؤسس منظمة القانون من أجل فلسطين إحسان عادل كنت معنا من عمان